الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح الثاني من إبريل طبعا القوات الروسية تواصل تقدمها في عددا من المناطق تحديدا في قطاع أفديفكا القوات الروسية استطاعت التقدم بقوة طبعا إضافة لكل ذلك قامت القوات الأوكرانية باستهداف في عمق الأراضي الروسية على مسافة بعيدة جدا طبعا كل هذه التفاصيل سننقشها في الفيديو الصباحي أتمنى من حضرتكم على انضمام القناة دعوة أصدقائكم والأهم من كل ذلك مشاهدة الفيديو حتى النهاية ومشاركته مع أصدقائكم سنبدأ مباشرة باتجاه قطاع أفديفكا حيث استطاعت الوحدات الروسية التقدم في عدة نقاط كما تشاهدون اقتربت من أومانسكي بشكل كبير استطاعت الوحدات الروسية التقدم والسيطرة على هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون طبعا هذه المنطقة هامة جدا بعد سيطرة القوات الروسية عليها والتقدم إليها من الجهة الشرقية والجهة الجنوبية حاولت المجموعات الأوكرانية الهجوم بثلاث عربات برادلي بهذا الاتجاه خاضت القوات الروسية معارك عليفة مع القوات الأوكرانية هنا ما أسفر عن تدمير اثنتين وانسحاب الثالثة إلى هنا طبعا أومانسكي يتواجد بها حدث كبير من القوات الأوكرانية نتحدث عن اللواء 110 اللواء 25 طبعا اللواء 127 الكتيبة 225 تحديدا منه إضافة إلى ذلك اللواء الثالث والخمسين مع مجموعات من اللواء 61 التي انسحبت من أورليفكا ومن تونينكي بهذا الاتجاه وبالتالي القوات الروسية باتت تبعد 278 مترا عن هذا الطريق الذي يؤدي إلى أومانسكي كما ذكرت لكم بالأمس وتبعد 1.4 كيلوميتر عن هذا الطريق وبالتالي القوات الروسية باتت أقرب إلى أومانسكي طبعا أحبائي هذه المعركة متكاملة بشكل كبير مع بعضها البعض القوات الروسية تواصل الاشتياح في هذا الاتجاه تقدمت في هذه المنطقة أيضا كما تشاهدون باللون الزهري بعمق 700 متر على انتداد 1.08 كيلومترات القوات الروسية سيطرت على هذا الفراغ هنا دوما أشير ودوما ضعوا ذلك في بالكم القوات الروسية تحاول تقدم بخط مستقيم لا تحاول ترك الفراغات كي لا يحصل هناك أي خارقات أو أي عمليات اتفاف أو ضرب في الخاسرة وبالتالي ملأت هذا الفراغ سيطرت على هذا الجيب إضافة إلى ذلك تواصل عملياتي نحو هذه القرية الهمة جدا طبعا القوات الأوكرانية تتحصن هنا مدفعية القوات الأوكرانية موجودة في هذه المنطقة والتي كانت من خلال يتم دعم العمليات العسكرية القوات الأوكرانية الموجودة في الخطوط الأمامية إضافة إلى ذلك أحبائي معارك عنيفة تجدي في بيرفونيسكي وفي المنازل الأخيرة في فوديان هذه المنازل الأخيرة في فوديان والقوات الروسية تواصل العمل باتجاه هذه الاتجاعات الغربية من بيرفونيسكي ده معارك فعلا صعبة معارك ليست بالسهلة إطلاقا وقوات الروسية استطاعت حراز التقدم الثالث في هذه المنطقة هنا كما تشاهدون طبعا بعمق 590 مترا ويمكن قول امتداد وسط 420 مترا القوات الروسية تواصل عملياتها العسكرية تحامل كما أشارت لكم في يومين الماضيين السيطرة على كامل هذه المنطقة إخضاعها لسيطرتها والسيطرة على طرق الإمداد الأوكرانية طبعا نعيد بعض الكلام لأن هناك الكثير من الأصدقاء انضموا إلينا مؤخرا كما أجدد دوما دعوة لكم للانضمام إلى القناة البعض قد يستغرب ذلك ولكن هناك أشخاص فعلا بالآلاف يشاهدين الفيديو ولا ينضمون إلى القناة لذلك أدعوهم دوما للانضمام وتفعيل جرس التنبيهات أو جرس إنداد يصلعهم كل جديد إذن هذا الوضع في اتجاه أومانسكي نيتايلوفي وبيرفو مايسكي أما في اتجاه سيمينيسكا فطبعا البعض حتى اللحظة قد أورد أخبار أن اللواء 14 قد اقتحم سيمينيسكا اللواء 14 الروسي موجود منذ فترة طويلة في اتجاه سيمينيسكا لديه موط القدم عند هذه النقاط سبق وشرحت لكم أيضا أن العقدة الرئيسية متمثلة بهذه الدفاعات الأوكرانية الموجودة في هذه المنطقة التي تحاول منع القوات الروسية من الدخول من الشمال وتوسع القوات الروسية في الأجزاء الجنوبية كذلك المدفعية الأوكرانية والقوات الأوكرانية موجودة في هذه المنطقة عند هذا المرتفع هي التي تضغط على القوات الروسية الطيران الروسي يحاول منذ نحو أسبوع معالجة هذا الوضع الضغط على القوات الأوكرانية لدفعها للانسحاب ولكن القوات الأوكرانية مصرّة على البقاء مصرّة على تأخير التقدم الروسي في هذا الاتجاه لعلها تنجح في يمكن القول الاستفادة من الوقت وطبعا القيام ببناء مزيد من التحصينات في المناطق الخلفية طبعا أحبائي كما تشاهدون على هذه الخريطة يوجد الكثير من المواقع والتحصينات للقوات الأوكرانية هنا كما تشاهدون طبعا أكبرها باتجاه أشيرتيني التي يظن الأوكراني الروس يعمدون إلى التقدم عبرها باتجاه بوكروفاسك عبر خط السكك الحديدية هذا هو خط السكك الحديدية طبعا لا حد يعلم مالذي ينوي عليه الروس لذلك لينتظر مالذي قد يحصل أحبائي فيما يتعلق باتجاه نيفرسكوي المنطقة الواقعة بين نيفرسكوي وبرفوويسكي تتعرض لمعارك كبيرة الكوات الروسية أيضا تحاول الضغط وتحاول ملأ هذا الفراغ هنا ولكن اللواء 59 الأوكراني لدي الكثير من المجموعات يغطي مساحة كبيرة في هذه الاتجاهات امتدادة من محيط أفديفكا ووصولا إلى شمال كراسنوريفكا اللواء 59 ينتشر يضم 12 كتيبة ذكرت لكم ما هي فيديوهات أخرى إضافة لذلك تستمر المعارك بين الكوات الروسية والكوات الأوكرانية في اتجاه يوريفكا وتحاول الوحدات الروسية توسيع سيطرتها السيطرة على أجزاء أوسع ضمن القرية نفسها والانتقال إلى المعركة القادمة هنا أما فيما يتعلق باتجاهي نوفو مخيليفكا كانت هناك هجمات قوية للقوات الروسية في مسعى منها للتقدم عبر هذه المنطقة ولكن القوات الأوكرانية صدت الهجوم الروسي وحاولت شن هجمات معاكسة شن هجمات مضادة أيضا تم صدع من قبل القوات الروسية تحاول القوات الأوكرانية منع القوات الروسية من القيامة يشبه عملية الالتفاف على الوحدات الأوكرانية في الأجزاء الغربية إضافة لذلك تحاول منعها من التقدم في اتجاه قرية براسكوفيفكا وبالتالي ضغط روسي كبير في هذا الاتجاه كنت لكم سابقا وعيد تكرارها القوات الأوكرانية والقوات الروسية الموجودة في هذه الجبعة لديها خبرة قتالية كبيرة وبالتالي المعارك هنا ليست سهلة إطلاقا فيما يتعلق أحبائي باتجاه أغليدار تستمرت المناوشات بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية طبعا حاولت القوات الأوكرانية عبر استخدام طائل بدون طيار زرع العلم الأوكراني عند هذه المنطقة والادعاء أنهم تقدموا إليها برا ولكن هذا الأمر غير صحيح أرد توضيح ذلك فيما يتعلق باتجاه زابوروجي تستمر المعارك بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية دون أن يكونك أي تغييرات في خريطة السيطرة ولكن يحاول الروس السيطرة على هذه الفراغات هل سينجحون في ذلك لأحد يعلم وبالتالي ننتظر ما الذي قد يحصل فيما يتعلق باتجاه باخ متحبي وأتمنى أن تكملوا معي الفيديو حتى النهاية ستحدث عن الضربات في عمق روسيا طبعا يمكن أن نقول المعارك مستمرة بقوة في هذه الاتجاهات بعد معركة هنيفة حصلت بالأمس في اتجاه إيفاني فيسكي عند هذا الطريق ما زالت الاشتباكات مستمرة تحاول الوحدات الروسية أيضا مواصلة تقدمها باتجاه الضحية الشركية لشاستي فيار هذه الضحية الشركية لشاستي فيار كما تشاهدون تبعد عنها القوات الروسية ثلاثمائة أمتار وهنا ألف ومائة متر إضافة لذلك تتواصل الاشتباكات في محيط بودانيفكا فيما يتعلق حبائي باتجاه الضربة الأوكرانية بعمق روسيا قامت طائرات بدون طيار أوكرانية باستهداف هذه المناطق هنا التي تبعد أكثر من ألف كيلومات عن الحدود الروسية الأوكرانية قامت القوات الأوكرانية بالاستهداف فكان هناك خارق في المكان في هاتين المنطقتين طبعا تم استخدام على مد طائرات من طراز A22 وبالتالي هي طائرات قادرة على الطيران لمسافة ألف ومائة متر طبعا ننتظر مزيدا من التفاصيل حول كيفية ما الذي حصل أكثر إضافة لذلك أحبائي دوما هناك سؤال مفتوح ماذا ستفعل القوات الروسية لو قامت القوات الأوكرانية بعد عن دراسة الدفاعات الجوية الروسية باستخدام مئات وألاف الطائرات في آن واحد باتجاه شبه جزيرة الكرم وباتجاه بقية المناطق الروسية طبعا سؤال مفتوح دوما هل الروس مستعدين لذلك طبعا ما الذي يمنع ذلك لأحد يعلم دوما هناك الكثير من أستحلت يديها مجال ومدى كبير وبالتالي ليمكن منعها حتى لو اخترك الروس 300 كيلومتر داخل أوكرانيا نفسها سيكون هناك مزيد من القدرة على الضرب بحدود 500 كيلومتر وبالتالي ننتظر ما الذي قد يحصل حتى ذلك الحين تستمر الضربات الروسية أيضا باتجاه كريفوري روك كانت ضرب كثيف لقوات الروسية تجاه كريفوري روك زاب بوروجي خاركيف طبعا باتجاه عددا من باتجاه لنيبرو تحديدا مع ساعات الصباح أي جديد سوفكم به طبعا حول الإحداثيات والنتائج لا تنسوا الانضمام من القناة لا تنسوا دعوة أصدقائكم رجاعا وأريد أن أشكركم مجددا على كامل محبتكم ومثقاتكم ودعمكم لا تنسوا الانضمام إلى المجموعة الخاصة بالقناة لدعم القناة بدولار واحد شهريا الدخول إلى القناة الضغط على زر الانضمام وطبعا تشجيل الاشتراك شكرا لكم أحبائي وإلى اللقاء بفيديو آخر اشتركوا في القناة